دي مشكلة خطة ولا تنفيذ الخطة؟ إمكانيات لعبين يعني وفي النهاية محمد هاني مش مميز أوي هجوميا عشان تستنى منه حتة دي ومحمد حمدي كذلك برضو مش مش مميزين أوي فكان ينفع أنه إحنا نختار خطة مناسبة لإمكانيات اللاعبين اللي موجودين عندنا لو أنا زي ما في الشهد التاني أنا عايز هاجم من أطراف مين اللاعب المميز إن أنا يخلق مساحة على الطرف ويعمل عرضيات مميزة وكده زيزو ففي الحالة اللي زي دي يا إما السابورت اللي أنت عايز تعمله زيزو يكون جاي من باك طرف قريدي مفتاح لعب عشان زيزو ياخد المساحة الجوى شوى ويسيب لهو الخط يا إما زيزو بقى اللي ياخد الخط واستفاد من أبرز لعب موجود في الجيل كله محمد صلاح اللي ياخد المساحة الجوى الملع بدل ما أنت كنت خانق زيزو بهاني في نفس الوقت ما أنتش قادر تخلق مساحة لحمد صلاح لا في الشوط التاني أما يصلح الأمور وبقى زيزو هو اللي واخد الخط وصلح لجوه فبقى بينهم تناغم شوية بدأت تتخلق في نفس الوقت لعب زي إمام عشور لما أنت تقدر تستفاد من قدرته في اللعب على وسط الملعب وستطيع نص الملعب كان أفضل الدنيا اتحسنت بشكل كبير جدا لأن منتخب مصر حاسط له مشكلة برضو في خروج مصطفى محمد المهاجم الرئيسي وزول أوفة بعيد عن مصطفى محمد كمصطفى فن ففي الحالة اللي زي دي بدأ منتخب مصر كمان يفتقد المهاجم الأساسي بتاعه اللي بيشغل وبيلنك كمان مع صلاح وجاء من وراه وبيلنك مع اللاعبين أوفة ما كانش قادر يدخل في شبكة التنمينات بتاعة زميله تحسنه كان منعزل وفقط ثقة زميله فيه فيه أوقات بقى كمان انت ما بتبقى لعيب جديد شوية على المنتخب وفي نفس الوقت ما تنزل في الكورة واثنين وثلاثة بتصرفشهم بشكل كويس بتلاقي زميله كشازلي فقدوا الثقة فيك بيدور على اختقارات تاني فبدأ مقوفة يبقى خارج اللعبة تقريبا ففي الحالة اللي زي دي كان محتاج المنتخب مساندة أكتر بقى من لعبين الوصد اتحققت في الشوت التاني لما نزل إمام عشور كان بيلنك شوية مع خط النص بشكل أفضل كتير في نفس الوقت زيزو عندما مسك الخط عمل عرضات كتير وشغل كبير وخلى المساحة بتاعت صلاح المفضلة اللي هو صلاح بيجي بالناحية اليمين وبيخش العمق الملعب شوفنا ذاه في اللقطة العبقرية بتاعت الهدف فممكن نقول ان زي ما نلقق بوركينفاس ما كناش راضيين عن الشوت التاني مقارنة بالشوت الأول فالقاء غنيا بساو العكس ما كناش راضيين خالص عن الشوت الأول ونجرينا العشوائية رهيبة يعني لو عايزين ندي مثالة على العشوائية نبص الهدف غنيا بساو الهدف فيه كمية الهدف كان بسيء جدا في الأول يعني كان ممكن نلحقه بسرعة يا كتكورة سابتة فعلا أنا معاك يا بسانت ان كان ممكن في الحالة دي محمد هاني كان موجود لان هو كان المستاكل الأساسي بتاعنا في الكرات السابتة اللي بيجيد الكرات العرضية كان محمد عبد المنعم فخرج علشان الكرة كانت كتكورة سابتة لنا فطبيعي يزيد لعيب زي مرع مميز في الكرات الرأسية فطبيعي كان يزيد فالتخطيب التمي من البكين كان محمد هاني ومحمد حمدي عشان كده ممكن شوفنا محمد حمدي اللي هو الزهير الأيسر موجود في لطة الهدف ناحية اليمين عشان هي كانت كورة سابتة فكان مفهوم بس كان ممكن جدا اللعيب بداية غنيا بساوي هو متقدم بالكورة في البداية كان لعب على تلاتة كان ممكن المواجهة المبكرة فيه أحيانا اللعيب ما يبقى الهجمة أكتر من اللاعب خارجين بالكورة من الفريق المنافس فانت كزهير أو مساك لعيب في موقع الدفاع يتتراجع عشان ما تبعش نفسك عشان المساحة ما تتضربش راجع إنما هاني في الوقت اللي هو فضل يتراجع فيه قدام العيب غنيا بساوي لا كان عنده مساحة للضغط لأنه كان مضغطي كويس والعيب غنيا بساوي كان في موقف واحد على ثلات فكان ممكن في الحالة دي نختار المواجهة وزي ما بسانت بتقول ننهي الهجمة من البداية لكن إحنا قررنا التراجع 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 ثم حصلت بقى العشوائية بتاعت إن العيب غنيا بساوي لما اشترك مع محمد حمدي طبعا العيب غنيا بساوي الأقوى والأسرع فكان الصراع اللي التحام كان ليه تغطية رامي ربيعة كانت سيئة جدا يعتبر أهداهم الهدف وكان وشه الجونه وما صرفش بالكورة بشكل سليم فالهدف نتج عن عشوائية كبيرة تديك ملخص الشوت الأول إن إحنا نجرينا للعشوائية دي وملعبناش بالطريقة المناسبة لمنتخب مصر اللي بيمتلك مهارات أكتر بيمتلك لعبين زاوي جودة أعلى يعني هو ممكن غنيا بساوي أبرز اتنين لعيبة كانوا موجودين فيها هم هو بلدي اللي سجل الهدف لعيب ليون حتى هو مش عامل موسم كويس في ليون ما بيلعبش أغلب الوقت هو كان عامل موسم كويس في ليج وان اللي هو الدرجة التانية ليفل تو في فرنسا وبنانا عليك دقل ليون بس هو مسيرته مع ليون أغلب الوقت قاعد دكة شارك بس في ثلاث لقاءات بس هو يعتبر أبرز نجوم غينيا بساوي عايزة أقولك أن تاني أبرز لعيب غينيا بساوي كان في اللقاء كانجي فيرسل إنكادة اللي هو لعيب الدورة لمصر فاركو يعني مش منتخب مليء بالنجوم ولا مليء بأي حاجة فأنت كان عندك عناصر أبرز بكتير كان ينفع أنت اللي تفرد رتبك زي ما احنا فردنا نتمنى في شوط التانية عماني محاولة كتير